موسيقى نسرح تماما لكن لكن حصلت تنظر لماذا تردو عدد لأفريقيا لان عدد حتى أول ما انتقلت بنادي نيس درجة أولى ودوري ممتاز وحسنت الموضوح يبقى صعب أخفت أطصاب حتى السنة اللي فاتت كان عندنا مشاركات كتير مبارات كتير جدا فكنت بستغل الأجهزة اللي أنا برجعها بحاول أريح فيها دوبت شوف أصحابي بشوف برجع عمل زي الريكوفران النفسي كده وتمرن خفيف جاري خفيف جام خفيف فما بقش عندي وقت خابص صراح فساعتها قلت لأ لازم أركز فهن دول شوية لأن أنا وصلت خبص لحالمي إن أنا ألعب درجة أولى منتاز فعايزة أحافظ وأطور من دوت فما كان شينفها أدخل الاتنين فبقى فحشان كده كررت إن أنا أفصل خالص الكورة عن الهن بولي شافعني يعني أفضل بيك الهن دول أو ربط القضاء؟ والله أنا بحيف الاتنين والاتنين كانوا مجالي والاتنين كانوا شغلي وأخدا من الموضوع إن هو شغل لكن بالنسبة لي طبعا الهن بول طبعا الأهم إن هو هيبقى كريلي بعد كده في شغلي أنا أبقى مدربة هن بولي وليس أبقى مدربة كورة أبقى فهم شوية في الكورة بحكم إن أنا لعبت ومارست ومارست وانت خماص لكن الكورة عندي هواية يعني لحد ما بطلتها كانت هواية وخضر لكن الهن بول هو شغلي هو ما كان شغلي ورزقي وأكل عيشي فأنا ما ينفعش إن أنا أجي عليه أكتر من كده يمكن أنا جيت عليه شوية لكن مجرد ما وصلت الحيني لأن أنا كان عندي حلم معين عزم صلق أنا ألعب دولي ممتاز في الفرنس الحمد لله قدرت أوصل للحلم دولي ممتاز ساعتها قررت أن أنا أفصل خالص عن الكورة كما كان أخير مشاركة لها في التاصفات الأخيرة مع المنطقة مصر لعبت مباراة السنغال ولعبت مباراة غانا غانا في مصر وغانا في غانا في مصر تلعب التلعب في مصر؟ أه ألعب في مركز الحيي فالود لكن بعد ذلك قررت خلاص بأن أنا أركز في الهندبول خاصة الفاترة باية في الهندبول تلعبي دائرة؟ لا في الهندبول أنا ألعب جوكر يعني كأنا بدأت سنتر هاف صانع العبد لكن سنفت لعب باكليفت و سنفت لعب وينج وسنة دي بلعب وينج بورد و بلعب هاف شوية هاف شوية وينج الحمد لله يا ربنا بيديك موهبة فتقدر أن أنت تبقى جوكر تلعب في أي مكان فحمد لله شايف أنت كرم كبير من ربنا لأننا نقدر الله في أي مركز المرابع